كواليس مكالمة ساخنة بين ملك المغرب ورئيس فرنسا وسبب توتر العلاقة بين البلدين في المكالمة حصلت ما بين ملك المغرب محمد السادس ورئيس فرنسا إمانويل ماكرون المكالمة دي كانت سبب أزمة كبيرة في المغرب وزي ما تقول كده عملت ربكة كبيرة في الأصر خصوصاً إن رئيس فرنسا كان واقح جداً مع ملك المغرب اللي حصل في المكالمة دي ده اللي هنعرفه النهاردة الكاتب المغربي الطاهر بنجلون كشف كواليس المكالمة اللي الكل وصفها بأنها مكالمة ساخنة بعد ما اكتشف رئيس فرنسا أن موبايله تحكر اللي حصل أن موبايلات ماكرين وحكمته اتحكروا واللي هكروها ناس في المملكة المغربية عن طريق برنامج بيجاسيس اللي عملته شركة التكنولوجيا الإسرائيلية NSO الصحفي بنجلون كشف في لقاء لي عن تفاصيل المكالمة اللي حصلت في صيف 2021 بين ماكرين ومحمد السيدس بمناسبة التصنط على ماكرين عن طريق برنامج بيجاسيس وقال بنجلون أن ماكرين خلال المكالمة اشتكى من محمد السيدس وقال كمان أنه كان وقح جدا في كلامه مع ملك المغرب لأنه قال في المكالمة أنا لا أحترم ملك المغرب وكمل بنجلون كلامه وقال أن الملك رد عليه وقال له أعطيتك كلمتي الشرفية إنها ليست المخابرات المغربية محمد السيدس كان بيبعت في ضيحة التجسس المغربي على مسؤولين فرنسيين وأولهم ماكرين عن بلده وفضل العاهل المغربي طول المكالمة بيحاول أنه يبرر موقفه خصوصا أنه كرر أكتر من مرة لمكرين جملة هذا ليس أسلوبي لكن ماكرين وقتها رد عليه بقصوة جديدة وقال له كلام ما ينفعش يتقال أصلا لدرجة إدنجلون وهو بيحكي عن المكالمة دي في اللقاء رفض أنه يقول الكلام اللي تقال طبعا الملك ما عجبوش رد فعل إيمانويل ماكرين بالرغم من إن محمد السيدس إدي له كلمته الشرفية لكن ماكرين برضو ما صدقوش بس دي ما كانتش المكالمة الوحيدة اللي حصلت بين ماكرين ومحمد السيدس بالعكس ده حصل مكالمات كتير قوي بينهم بعد ما اكتشف في ضيحة بيجاسس في بداية المكالمات دي طلب ماكرين من الملك محمد السيدس إنه يجمع له معلومات عن عمليات التجسس اللي عملتها أجهزة المخابرات المغربية على السلطات والمواطنين الفرنسيين لكن الملك محمد السيدس كان مصمم ومصر على إنكار عملية التجسس ففي الوقت ده نفت صبر الرئيس الفرنسي لأنهم خلاص كانوا تأكدوا إن فضيحة التجسس الجماعي لبرنامج بيجاسس اللي حصلت في 18 يوليو 2021 تمت عن طريق مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين حول العالم في منظمة فوربادن ستوريز ومنظمة العفو الدولية والمخابرات المغربية وقدروا إنهم يهكروا حوالي 10,000 موبايل من جميع أنحاء العالم معظمهم جزائريين وكان من بين موبايلات الناس اللي اتهكرت كمان موبايل ماكرين ورئيس وزراءه أدوارد فليب و14 وزير في حكمته ده غير طبعاً حوالي ألف صحفي فرنسي ومغربي في المنفى وحوالي 200 موبايل أستاني كمان طبعاً برنامج التجسس ده والمكالمات اللي اتصربت بين ماكرين وبين محمد السادس كانت سبب في أزمة سياسية كبيرة بس المشكلة إن العاهل المغربي محمد السادس حاول إنه يغطي على الموضوع ويبين للعالم كله إن اللي حصل ما يهم مش في أي حاجة فقرر إنه يقضي حوالي أربع شهور أجازة بس تفتكروا راح فين هو صمم إنه يروح يقضيها في فرنسا عشان يعلم على الرئيس ماكرين للمرة التانية وقضى محمد السادس أجازته بين الأصر بتاعه اللي قدام بورج إيفل وبين قلعته الموودة في مدينة ميدز شمال شرق باريس لكن اللي لفت نظر العالم كله في الوقت ده إنه على عكس العادة الرئيس ماكرين مدعاش محمد السادس في الأجازة دي عشان يزوره ده غير كمان إنه ما اتصلش بيس تفسر عن حالته الصحية في 16 يونيو 2022 وقت ما أعلن الأصر الملكي إصابته بكورونا وهو ده كان سبب توتر العلاقة بين زعيمي البلدين